قطع الصحة في الجزائر كثيرا معانا الويلات هذه صور يندلها جبين الأصحاء قبل المرضى أما الحوامل فكثيرا ما سمعنا عن وفتهن أو وفات ما في بطونهن أو أدها وأمر وعبر مستشفيات هي أقرب للمذابح منها لأماكن الصحة والعافية أما الفضائح فكثيرا طبية ومعاملاتية وغيرهما ولا أدل على ذلك تدخل الرئيس شخصيا من خلال التأكيد على الاستقبال الحسان والتكفل التام بالحوامل تعليمات أكثر من ضرورية تأتي بعد فضيحة مستشفى القبة الذي افترشن فيه الحوامل أرضه العديد من النسوة الحوامل كان مشهدهن هكذا في وقت وجب فيه الوقوف على القطاع ككل وليس على مصلحة واحدة فقط تعليمات جاءت في بيان مجلس الوزراء كاستدراك لمنظومة صحية أودت بحياة الكثيرين في وقت كان عليها انتشالهم من برات المرض حتى أصبحت أبسط وعكة صحية تقتل صاحبها قطاع الصحة في الجزائر أكثر قطاعا شهد تهميشا ولا مبالات على مداري العشرين سنة الماضية مهمشا في وقت كان تصرف فيه الأموال لإحياء الحفلات عوضا إنقاذي الحياة فلا خير في قطاع يعالج مسؤولوه خارج البلد ولا خير لو بقي على هكذا حال أما المآل فتفاؤل بتحسين وإصلاح أكبر ترجمة نانسي قنقر